أكد مزارعون أن الحضر الشامل في الأردن لمدة أربعة أيام أدى إلى إلحاق الضراري بالمزروعات رغم السماح للقطاع الزراعي اليوم بالعودة للعمل لتأمين الأسواق المركزية بالخضار والفواكه كاميرا رؤية زارت منطقة دير علا في محافظة البلقاء والتقت بعدد من المزارعين الذين تحدثوا عن خسائر كبيرة لاحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحضر خاصة المزروعات التي تحتاج لعناية وقطاف يومية فذلك بسبب منع وصول العمال من القرى المجاورة للمزارع رئيس تجمع المزارعين المهندس إبراهيم الشريف قال إن المزارعين سيوردون كمية ضخمة الليلة ويوم غد إلى السوق المركزي مما سيساهم في عدم ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وإيضا طالب الحكومة بإيجاد حد أدنى للأسعار للمزارعين لحمايتهم من استغلال التجاري وعدم الاكتفاء بوضع سقوف سارية لحماية المستهلك الآن مزارعنا ما فيها عمالة مقيمة شهرية ومنعنا أن نستقدم عمالة من القرى المجاورة يعني ما عندنا تصريح استخدام عمالة اليوم نحن لا نجيب عمال شهرية ولا نجيب عمال من القرى بالتالي هذا كله انعكس سلبا على مزارعنا وعلى إنتاجنا اليوم فائد كبير من الإنتاج سننكب في الحاويات في زبالة بسبب هذه السياسة الحكومة الحالية كميات الواردة للسوق المنسكة كبيرة ضخمة جدا تكفي البلد وزيادة سيكون انخفاض أسعار ولكن خلال أيام قليلة ستتخفى المنتجات سترتفع الأسعار من جديد ونصدم في وزارة الصناع والتجارة مجددا بتحديد سقوف سعرية الأولى أن يعوض المزارع عن هذه الخسارات وهذه البضاعة التي تنكب اليوم السقوف السعرية فقط تحمي المستهلك ولا تحمي المزارع قطاع الزراعي هو صمام الأمان للبلد إذا الحضر شمله أصبح المواطن في حالة مزرعة له لأن الأسعار راح تكون غالية مرتفعة جدا لأنه ما فيش مزارعين يتابعوا منتجاتهم الزراعية وراح تصير الأراضي عندنا شبه قاحلة لأنه المزارع هذه نتائج سلبية من الديون المتراكمة عليه مش راح يزرع في السنة القادمة ترجمة نانسي قنقر